وقوة حماسها لا تزال قوة حماس أصلا لأنه من غير دخولهم إلى غزة قوة حماس لن تتأثر أصلا لأنها قوة تحت الأرض ما يحدث الآن في غزة هو قتل من جانب إسرائيلي وليس قتالا الحصاد الاستراتيجي للعملية هو نصر مؤذر للمقاومة الفلسطينية والصفحة الجديدة في تاريخ القضية الفلسطينية أتمنى أنه يدرك الغزة وبالأكيد مدركون أنه معركة وجود وأنه التهجير معنا نهاية قضية الاستعمار الاستيطاني إذا قبلت له التهجير فانتهت قضيتك أنه هي مثل السمكة في الماء مادم الماء موجود السمكة ستبقى على قيد الحياة والماء هو الشعب تعبير رائع الشعب هو الماء والمقاومة هي السمكة السلام عليكم بودكاست الطريق وحلقة جديدة هذا أنا محمد جمال هلال أهلا بكم ضيفية الدكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر طوفان الأقصى ومآلته عنوان هذه الحلقة الجديدة موم بودكاست الطريق أهلا بك وسهلا دكتور محمد أحيانك الله وبياك أستاذنا محمد سعيد بلقاء معكم أنا اللي أسعد وخلينا نقول النهاردة هذه أول الحلقات على بودكاست الطريق وإن شاء الله نكون على الطريق دائما نحن وأنتم ونبقى دائما متواصلين مع الجمهور الكريم الذي يود أن يستمع إلى كثير من التحليلات والأسئلة والتعليقات على المشهد في العالم العربي لا صوت يعلو فوق صوت طوفان الأقصى والسؤال ما هو مآلات هذه المعركة التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي وغيرت الاهتمامات العربية والعالمية في اتجاه محطة واحدة وهي المقاومة والاحتلال الإسرائيلي أبدأ بداية في طوفان الأقصى نحن نتحدث عن معركة لم تكن معلومة المعالم والبعض يقول أن هذه المعركة عد لها جيدا من قبل المقاومة والبعض يقول أنها أتت لتكورة دفاع أيضا ما هي قراءتك لهذه المعركة؟ وقبل أن ندخل إلى المآلات المعركة أثرها بداية على المشهد السياسي في فلسطين بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله بياك أستاذ محمد وسعيد جدا أن أكون معكم على الطريق عملية طوفان الأقصى هي حقيقة مفصل من المفاصل التاريخية المهمة في تاريخ القضية الفلسطينية وفي تاريخ المنطق بغض النظر عن المآلات هي قد دخلت التاريخ باعتبارها مفصلة من مفاصل هذا التاريخ أولا من حيث النوعية هذه عملية لا سابقة لها في تاريخ المقاومة الفلسطينية لا سابقة لهزيمة بهذا الحجم للعدو على يد المقاومة الفلسطينية طبعا يوجد العبور العظيم الذي حدث عام 73 بالجيش المصري ولكن هذا جيش منظم لأكبر دولة عربية بينما هذه مقاومة تعيش محاصرة في بلدة أشبه ما تكون بسجن كبير استطاعت أن تخطط وأن تنفذ وأن تستغفل العدو وأن تأخذه على حين غره وأن تكبده خسائر فادحة يقر العدو الآن بحوالي ألفين قتيل ولا ننسى أنه مثلا حرب 73 القتل إسرائيل كانوا 2600 وشوي هي حرب كبيرة حرب كبيرة وضخمة بين جيشين وأخذ العدو فيها على حين غره أيضا وكانت عملية هائلة وخطط لها تخططا بارعا فهذه المعركة هي لا شك أنها مفصل تاريخي طبعا إذا نظر إليها من حيث البطولات والتضحيات هي معركة هائلة رائعة إذا حللناها تحليلا استراتيجيا بدم بارد فأنا لا أدري طبعا هل العملية كان مخططا لها بهذا الحجم أم أن بعض المكاسب فمفتحت بسهولة بعد العملية الأولى يعني هناك احتمالا حقيقة من أجل بعض يقول يعني ما كانتش النتائج متوقعة بهذا القدر هو حتى الناطق بسم كتاب القسام أشار إلى أن النتائج كانت أكثر مما هو متوقع وهناك بعض تصريحات الأخرى لبعض قادة حماس يقولون هذا الحكم على مآلات طوفان الأقصى يترتب على الحكم على طبيعة العملية هل كانت العملية في التخطيط الأصلي لها عملية محدودة للضرب القاعدة العسكرية الإسرائيلية فيلق غزة وقتل بعض العساكر الإسرائيليين وأخذ البعض أسرع كان هذا هو الهدف الأساسي فقط أم كانت العملية مخططا لها بأن تكون عملية واسعة تشمل ضرب القواعد العسكرية والضرب المستوطنات والطريقة التي رأيناها تم بها التنفيذ طبعا من خلال النظر إلى الحجم الكبير من المقاومة الفلسطينية التي شارك في العملية والعدد الكبير من الثغرات التي فتحت في الجدار الفصل يدل على أن الخطة كانت لعمل كبير يبقى السؤال هو إذا كانت المقاومة في خطط العملية بهذا الحجم هل هي مستعدة لردود الأفعال عليها؟ هل هي مستعدة لما بعد العملية؟ هذا هو السؤال الكبير الآن طبعا بالنسبة لي شخصيا تقديري أنه إذا انتهت عملية غزة مهما تكون التضحيات فيها إذا انتهت دون تهجير أهل غزة فهي نصر مؤذر للمقاومة وللقضية الفلسطينية وإذا استطاع العدو أن يتخذها الذريعة لتهجير أهل غزة سواء بتواطئ إقليمي أو تواطئ دولي أو بوسائل القتال أو بوسائل التجويع والترويع هذا يعني أننا أمام نكبة شديدة العملية وضعت القضية الفلسطينية على مفترق الطرق الذي أتمنى والذي أميل إليه أن المقاومة الفلسطينية بوعيها السياسي وحستها بستراتيجية والبرعة التكتيكية التي رأيناها في تنفيذ العملية أنها لم تقدم على عملية بهذا الحجم إلا بعد استعداد لما بعد العملية ومع ذلك فإني يساورني شيء من القلق في المآلات خصوصا في موضوع التهجير سنأتي إلى المآلات لكن خليني أقول لحضرتك ليه حطيت المقياس هو أنه إذا لم يتم التهجير فهذا يعني أن النصر كان حليفا لأهل غزة وللمقاومة هل هذا المعيار فقط لأن هناك دعوات إسرائيلية وأمريكية وغربية بضرورة التهجير أم لأن بالفعل هو الغرض من هذه الحرب بعد الصدمة التي منية بها الإسرائيليون هو التهجير هو رد فعل بعض يقولون أن التهجير رد فعل فبالتالي وممكن يكون رافع سأفه للتهجير ومش هيهجر هو ليس ردة فعل استراتيجية التهجير هي استراتيجية قديمة عند الإسرائيل منذ الخمسينية تحتمل أن كانت غزة تحت السيادة المصرية لأن الإسرائيليون يسعون إلى تملك ساحل البحر الأبيض المتوسط المحاذي لغزة يعني هذه الـ 35 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط لات أهمية استراتيجية بالنسبة للإسرائيليين والآن زادت أهميته الاستراتيجية بعد اكتشاف النفط في محاذاة غزة داخل البحر الأبيض المتوسط مبدأ التهجير كان موجودا كرغبة وغاية إسرائيلية لكن السياق لم يساعد عليها لا تحت السيادة المصرية ولا بعد أن انسحبوا الإسرائيليون من غزة بعد التفاقيد كامدفل يعني انسحبوا من الأرض المصرية واستبقوا غزة الإشكال هو الآن هل هم سيستغلون الآن تماهي الغربي معهم والدعم الأمريكي لا محدود ولعبة يعني الضحية التي هم بارعون فيها من أجل تنفيذ استراتيجية كانت أصلا موجودة لكن لم تكن الظروف الاستراتيجية مواتية لها طبعا هم يرغبون في هذا وأنا أعتقدهم سيسعون إلى هذا أصلا التحدي الحقيقي هو الشعب الفلسطيني وأعتقد أنه الشعب الفلسطيني استخلص العبرة من تهجير 48 ومن تهجير 67 ولا أعتقد أنه سيقبل الخروج من أرضه وأكبر التحدي إذا أنت تواجه استعمارا استيطانيا هو التشبث بالأرض لأن الاستعمار الاستيطاني بطبيعته استعمار إحلالي يعني يريد اقتلاع شعب ليحل محله شعب آخر فإذا تركت الأرض فقد حققت له الهدف الغير استراتيجي إذا تمسكت بالأرض فقد أفسدت عليه كل خططه المستقبلية يعني ما بقي من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وما بقي من الفلسطينيين في قطع غزة وما بقي من الفلسطينيين في الضفة الغربية كل هذا يشكل أشواكا في حلق المشروع الاستيطاني الصحيوني تسوق النهاردة بيعلن أنه هو يريد فقط القضاء غزة بلا حماس غزة بلا مقاومة هذا ما يريده وليس مشروع التهجير لإحلال مستوطنات بديلة في غزة وده يمكن من أيام إريال شارون لما كان بيقول أنا أتمنى أن أستيقض صباحا فلا أجد غزة أو أجد غزة قد ابتلعها البحر ده عبارة مشهورة لريال شارون نعم أنا أتكلم على مش ممكن يكون الخطة التي هو يريدها فعلا هي القضاء على المقاومة لكنه وليس التهجير لا وجود لغزة من غير حماس والقضاء على المقاومة لو كان سهلا كانت تحقق الحرب 2008 حرب 2014 في عدة حروب التي وقعت لكن هذه الحرب ليست كغيرها مقالات الرأي كلها أنا أتمنى هذه الحرب ليست كغيرها ولكن حروب الرأي الأمريكية بالذات في واشنطن بوست في نيورك تايمز وغير مقالات رأي كلها تتحدث عن غزة ما بعد حماس كيف يمكن إحلال سلطة بديلة تكون مثل سلطة رام الله وهكذا هذه ليست استراتيجية جديدة هم الإسرائيليون كانوا يتمنون وبالتحالف مع بعض حلفائهم من أهل الثورة المضادة العربية في جلب محمد دحلان مثلا وجماعته ليحكموا غزة بديلا عن حماس وفي بدائل أخرى كثيرة لكنهم لا يستطيعون ذلك ولا يستطيعون ذلك واليوم لا يستطيعون لا إلا بالتهجير إلا بالتهجير حركات المقاومة حركات المقاومة قوتها أنها كما لاحظ موتسي تونغ وهو من كبار المنظرين لحروب الاستنزاف أنه هي مثل السمكة في الماء مدام الماء موجود السمكة ستبقى على قيد الحياة والماء هو شعب تعبير راحة الشعب هو الماء والمقاومة هي السمكة إذا قضيت على الماء إذا نضب الماء ماتت السمكة هذا طبيعي يعني إذا هجرت مجتمعا طبعا انتهت المقاومة لكن ما دام هذا الماء موجودا وهي تسبح في هذا الماء هم يقاومون من أجل هذا المجتمع طبعا يقاومون في هذا المجتمع والمجتمع أيضا هذا المجتمع مش موجود على ماذا أقاوم صحيح ولا يمكن أيضا حتى لا يمكن حتى من ناحية الحركية من ناحية المدد البشري من ناحية المدد المادي من ناحية تخفي إلى غير ذلك لا يمكن من غيره الإسرائيليون لو كانوا يستطيعون القضاء على المقاومة الفلسطينية دون تهجير إلى غزة كانوا نجحوا في ذلك في عدة حروب من حروب غزة السابقة التي عشناها 2008-2014 لكنهم لا يستطيعون ذلك الآن أمامهم ثلاث خيارات فقط الإسرائيليون إما امتصاص الضربة والقبول هذه هزيمة وقعوا فيها ويستطيعون أن يتشفوا بقتل عدد هائل من المدنيين يصل إلى 10.020 ألف فتكون عبارة عن ضربة عشواء دموية لكن دون ذمرة استراتيجية ثم يرجعون هذا واحد من الخيارات واحد من الخيارات يسعون بعون أمريكي وبعون غربي إلى إعادة غزة إلى نوع من الوصاية المصرية ولو أمنياً يعني على شكلة ما كان الحال عليه في الخمسينيات مثلاً يعني فرض سلطة أمنية ولكن هذه المرة ليست فلسطينية وهذه صعبة جداً أيضاً صعبة جداً لأنه أولاً مصر كدولة وحتى سيسي كنظام من الصعب عليه أن يستوعب مليونين من الفلسطينيين لأيديهم ملأ بالسلاح أصلاً فهذه مخاطرة كبيرة واستيطرة على الوضع تحتاج إلى قتال جيش مصري لن يقاتل الفلسطيني من أجل أن يسيطر عليهم طبعاً طبيعة الحال لا هي مصلحة له ولا هي أمر سهل بالعكس كنا نتعلق دائماً في كلية العلوم السياسية جامعة القائرة درست سنة 2007 دبلومة للدراسات الإسرائيلية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كان يقال دائماً أن البوابة الشرقية المقاومون هناك وغزة أهل غزة المكون الشعبي هو يعني صحائط الصد الأول للحدود المصرية صحيح تماماً فهذا كنا نتعلقهم أنا أعتقد أنه الغزة هم الطلاعي حقيقة هم طلاعي لحماية الأمن المصري من العدو الإسرائيلي طبعاً هم الطلاعي ويفترضون أنه تعاون معهم كطلاعة جيشك يعني نعم وأعتقد أنه الجيش المصري مهما كانت الوضع السياسي في مصر يدرك أيضاً أنه فيه مصلحة أمنية استراتيجية مصرية قومية بوجود قضية أمن قومي بوجود مقاتلين في غزة بوجود حاجز بينك مع الإسرائيليين قوة قوية وقادرة لكن هذه أمنية موجودة عند الإسرائيليين بالمناسبة ويتحدثوا عنها يعني أنا أقرح بعض دراسات مراكز دراسات استراتيجية الإسرائيلية خصوصاً INSS ونستسيطوط ما عندنا حل إلا أن نرجع غزة إلى سيادة المصري لكن كيف؟ طبعاً يعرفوا أن الأمر صعب ليس سهلا لا على الفلسطينيين ولا على المصريين ولا غيرهم فعندهم والخيار الثالث هو خيار التهجير فعندهم القبول بالهزيمة والانتقام الدموي دون تحقيق مكاسب استراتيجية وغداً يبدأ إعادة بناء غزة وقوة حماسها لا تزال قوة حماس أصلاً لأنه من غير دخولهم إلى غزة قوة حماس لن تتأثر أصلاً لأنها قوة تحت الأرض هذا الخيار الأول الخيار الثاني هو السعي إلى إجراءات دولية تعيد غزة إلى نوع من السيادة المصرية هذا أيضاً يكاد يكون مستحيل من الطرفين مصري والفلسطيني والثالث هو السعي إلى التهجير وأنا أعتقد أن ما يتمنى نتنياهو وحلفاؤه الأمريكيون هو استراتيجية التهجير وهذه لن يقاومها إلا تشبث الفلسطينيين بالأرض جربوا التهجير إلى لبنان جربوا التهجير إلى سوريا وليسوا في حاجة إلى تهجير جديد إلى مصر خليني أسأل قبل مخرج لفاصل عن مآلات هذه المعركة يعني إذا كان عنوانا طوفان الأقصى ومآلاته قبل أن أنتقل إلى أسئلة أخرى ومحاول أخرى هل يمكن أن تجز لنا مآلات هذه المعركة برؤية استراتيجية؟ أنا أتوقع لا أزال عندي أمل أنه في النهاية المقاومة ستمتص العدوان الدموي الحالي العدوان الدموي الحالي هو محاولة من الإسرائيليين لإعادة الاعتبار لأنفسهم ومحاولة من حكومة نتنياهو لحفظ ماء الوجه أمام شعبه ومحاولة من حلفاء إسرائيل ورعاتها للبرهنة على أنهم معها ولكن في النهاية هي قتل وليست قتالا يعني ما يحدث الآن في غزة هو قتل من جانب إسرائيلي وليس قتالا وبالتالي القتل ليس استراتيجية القتل هو نوع من التشفي وتنفيذ عن عقد ورد الفعل وليس استراتيجية وبالتالي لن يكون له أثر استراتيجي على مآلات المعركة بل العكس بدء إلى مزيد من الحقد لدى سكان غزة لهذا العدو الغاشم الذي لا يعرف قيدا أخلاقيا ولا إنسانيا ومزيد من الالتفاف حول المقاومة ومزيد من الإدراك أن المعركة معركة وجود ومعركة مصير لذلك أنا أتوقع أنه إذا أنا متأكد أنه إذا قاوم أهل غزة التهجير فالعملية كلها ستنتهي بنصر مؤذر من الناحية الاستراتيجية الحصاد الاستراتيجية العملية هو نصر مؤذر للمقاومة الفلسطينية والصفحة الجديدة في تاريخ القضية الفلسطينية قد يترتب عليه شبه استقلال لغزة وفك الإسرائيليين الارتباط الاقتصادي وغيره مع غزة وربطها بمصر اقتصاديا مثلا بدلما الكهرباء يأتي من إسرائيل يأتي من غزة بدلما ما يأتي من إسرائيل يأتي من مصر عفوا ما يأتي من إسرائيل يأتي من مصر فتصبح غزة هي منفتحة على مصر إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا ومغلقة تماما عن الإسرائيليين قد يلجأون إلى هذا وإن كان هذا طبعا لا يحميهم من المقاومة بالمناسبة وعكس هو ارتباط غزة في معاشها اعتمادها عليهم وهو أوراق بأيديهم وهذا ما يدعو له الآن بعض إسرائيلين أنه خلاص كهرباء غزة نخليها تكون تابعة لمصر ميت غزة خلينا نخليها تابعة لمصر كل شيء نربطه في مصر العكس هذا في مصلحة أهل غزة لأن إسرائيل تفقد هذه الأوراق المؤلمة بالنسبة للمواطن العادي تفقدها وتصبح بيد دولة عربية بالضافة لأنه ملف اقتصادي أيضا ملف اقتصادي 2 مليون مواطن بيدفعوا شهريا رسوم للاتصالات والكهرباء والماء والغاز وغيره بتصب في صالح الاقتصاد الإسرائيلي ممكن ولكن أنا أعتقد المصلحة الأساسية الإسرائيلية من غزة من ناحية الاقتصاد هي الغاز موجود على مفاعدات غزة في البحر المتوسط على كل حال هم يصرقون الغاز بشكل عام يصرقون الغاز حتى في مصر كخلاصة عندي قلق حقيقة في موضوع التهجير أتمنى أنه يدرك الغزة وبالأكيد يدركون أنه معركة وجود وأنه التهجير معنا نهاية قضية الاستعمار الاستيطاني إذا قبلت له التهجير فانتهت قضيته لو كان الجزائريون خرجوا من بلدهم تحت الاستيطان الاستعمار الاستيطاني الفرنسي كانت الجزائر أصبحت فرنسية للأبد لكن لأن الشعب رفض أن يخرج من أرضه حتى في أوج المذابح الفرنسية أذناء الثورة الجزائرية قليل من الجزائرين من خرج إلى تونس أو إلى المغرب مثلا فهذا الذي أنقذ في النهاية استعمار الاستيطاني مقاومته هي بالتشبث بالأرض هذا أهم استراتيجي إذا تشبث أهل غزة بالأرض فالمعركة هي نصر مؤذر لهم وللمقاومة ودرس قاس لن ينساه الإسرائيليون أبدا إذا بتفيد الشك سنترح بعض الفاصل السؤال الذي يخص هل يمكن أن يتشبث أهل غزة بالأرض وكيف وننتقل بعد إلى محور مهم حول قضية التهجير ستكون عن طريق التدخل البر أو الاجتياح البر الإسرائيلي كيف سيكون هذا الاجتياح وما هي أدواته بالإضافة إلى تحول المنطقة بعد ذلك إلى شكل جديد البعض يتحدث عن التحولات الديمقراطية كل هذا سيكون بعد فاصل قصير فاصل قصير في بودكاست الطريق مع الدكتور محمد مختار الشنقيطي لا تذهبوا بعيدا أهلا بكم من جديد في بودكاست الطريق مع الدكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر أهلا وسهلا بك مرة تانية حياك الله أهلا وسهلا أستاذ محمد وخليني أرجع لسؤالنا اللي سألناه قبل الفاصل هل يمكن لشعب غزة أن يكون متشبثا بأرضه مع كل يعني هذه الاستعدادات الضخمة لاجتياح بري 330 ألف مجند إسرائيلي طائرات دبابات دعم أمريكي بمليارات الدولارات هل يمكن أن يتشبث هذا الشعب بأرضه ليس أمامه خيار إلا أن يتشبث بذلك لأن البديل عن ذلك هو تصفية القضية استعمار الاستيطاني إذا تركت أرضك فقد حققت له ما يتمنى مع ذلك أنا لست متأكدا أن الإسرائيليين سيشتاحون غزة بري لأنهم يعرفون أن الثمن فادح وهناك كتابات ونصايح وحتى بعض محللين أمريكيين هواهم إسرائيلي يعني محللون استراتيجون أمريكان هواهم إسرائيلي مثل واحد كنت تقرأ له في رفائل كوهن من مؤسس ستراند كنت تقرأ مقالا له البارحة ينصحهم أن لا يدخلوا غزة بري ولذلك أنا أستبعد أن يدخلها وإذا دخلوا سيكونوا دخولا محدودا لكن عدم دخول بري لكنهم يسعون إلى التهجير من دون دخول يعني من خلال سياسة الأرض المحروقة بالقصف هذه قد تؤدي إلى نزوح جزء داخل القضاء وليس بالضرورة إلى تهجير كامل على كل حال أنا أرى أن الإسرائيلي قد لا يجرؤون خصوصا أنه أصلا نتنياهو فقد المستقية حينما قتل ألفاء إسرائيلي في عملية طفال الأقصى وهو أخشى ما يخشى أن يقتل مزيد من الإسرائيلي لعملية الإشتيح فهذا يعني نهايته السياسية تماما هو يكاد يكون انتهى سياسيا لكن لا يزال يحاول أن يبقى له الحد الأدنى من المستقية السياسية يملك الشعب في غزة سيكولوجية معينة وعقيدة معينة تجعله يتشبث بهذه الأرض هل هناك مقاومات تجعلنا نقول الشعب في فلسطين في قطاع غزة بالذات هي تشبث بأرضه لأنه لا خيار آخر كما قلت؟ نعم شعب غزة برها من خلال الحصار الطويل لا ننسى أن غزة تعيس 17 عاما في سجن صحيح والناس تكيفت مع حالة السجن لفترة طويلة الثاني لا شيء يشجع أصلا على التهجير التهجير إلى أين؟ إلى صحراء سيناء خب بلك في قطاع من أهل غزة كانوا مهجرين أصلا يعني في مخيمات كانت اللاجئين بعضهم من أثماني واربعا فأذاق عارف أنه لا عودة مرة أخرى أنا أصلا تربيت في مخيم في غزة أكون وأبوي وأمي جاو مهجرين من أثماني واربعين وعشت المعاناة هذه الطويلة الحياتي ليس من السهل علي أن أقبل تكرار التهجير مرة أخرى خصوصا إذا هجرت أيضا إلى بلد آخر يعني مهما كان بلدا شقيقا وشعبا شقيقا أنت في نهاية غريب يعني وأيضا حتى الجانب اللي قريب من غزة يعني من مصر هو ليس من المناطق الجاذبة يعني التي تستطيع أن تستوعب بسهولة كم من هاي في كل أحوال أنا أتوقع أنهم سيقاومون التهجير مهما كان وأن العملية ستنتهي بحسارة استراتيجية للإسرائيليين صحيح الإسرائيليون سيشبعون ضمأهم الدموي الانتقامي بقتل المزيد والمزيد من المدنيين كنوع من استعادة ماء الوجه لكن ذلك قتل كما قلت وليس قتالا والقتل ليس استراتيجياتا طيب لو رجعت بل حضرتك في السؤال عن فلسطين وما يحدث فيه الآن والتحول الديمقراطي في الوطن العربي وهو سؤال أنا يعني عايزة أقول به مش عايزة أرجع بأثر رجع أقول لو كان في العالم العربي أنظمة ديمقراطية لأنه إحنا نعلم أن في العالم العربي لا يوجد الآن أنظمة ديمقراطية لكن هل من شأن هذه المعركة بداية أن تحدث شيئا في مجال الديمقراطية في العالم العربي والسؤال أنه هي الناس كنت بتقول هذه العبارة كنا نريد أن نحرر فلسطين لكن فلسطين هي التي ستحررنا مثال بنشوف في مصر الناس نزلت إلى ميدان التحرير بأعلام فلسطين ودي كسرت الحواجز لأول مرة لأنها تتحدث عن قضية لا مقامرة فيها قضية فلسطين صحيح العلاقة بين فلسطين والبيئة الاستراتيجية المحيطة بفلسطين هي علاقة علاقة تأثر وتأثير يعني ما يحدث فلسطين يؤثر في البيئة الاستراتيجية وأخصي بالبيئة الاستراتيجية هنا دول هلال شرق المتوسط يعني مصر بلاد الشام والعراق والأناضط هذا هلال شرق المتوسط الذي نرى هكذا في جنوب شرق المتوسط مصر في شرق المتوسط الشام والعراق وفي شمال شرق المتوسط نظر تركيا لا نظر هذه البيئة هي الحاضنة الجيوستراتيجية الطبيعية للفلسطين قديمة وحديدة نعم ولا تزال وأنا الآن سألت الدكتورة عن الحروب الصليبية يعني وأعرف أنه كيف تحررت القدس أصلا لم تتحرر الله بعد أن تعافت هذه البيئة استراتيجية بيئة هلال شرق المتوسط وعمل الدراسة جيش صلاح الدين الأيوبي في حطين من أين جاء الجيش الذي قسم ظهر المشروع الصليبي جاء من ثلاث عشرة مدينة فيها ذنة الثانية في مصر وفيها ذنة الثانية في الأردن الآن وفيها أربعة في سوريا وفيها ذنة الثانية في العراق وفيها ثلاثة في تركيا تركيا نعم يعني مقسمة على هذه الدول كلها دول هي لا سرق المتوسط فلسطين مؤثر على كل لا تتغير هذه البيئة حتى الآن ولا تتغير الجغرافية لا تتغيرها والجغرافية هي العنصر لكن الجيش سياسية أيضا بيحدث فيها بعض التغييرات لكن لحد الآن لحد الآن مصر واحد الجغرافية لا تتغير إلا نادرة ممكن تغير بعد مئة سنين تغير واحد مثلا حفر قناة سويس تغير في الجغرافية لكن كم مرة عندنا شيء مثل حفر قناة سويس يربط بين البحرين مثلا فالبيئة الاستراتيجية لفلسطين هي من ناحية جيوستراتيجية هي هلال شرق المتوسط ومن ناحية الثقافية هي العالم العربي كله والعالم الإسلامي كله فلسطين تهزو الضمير العربي والضمير الإسلامي في كل مكان هي بمثابة النقطة التي يضغط عليها فيحس الجسد كله بالألم لذلك هي توقف فعلا فلسطين تحررنا بمعنى أنها كلما بدأنا نميل إلى تبلد الإحساس والتعايش مع الظلم والخنوع يأتي الألم الفلسطيني فيوقضنا من النوم ويهزو الضمائرنا هزا هذا الذي يتعمله غزة الآن للأمة بعد السبات بعد إحساس بليأس عند كثير من الناس بعد تراجع في حركة الديمقراطية العربية التي بدأت في 2011 إلى آخر من جانب الثاني هو أيضا أي تغير في هذه البيئة يقربنا من تحرير فلسطين وفعلا أنا معاك على الافتراض لو افترضنا أن مصر تعيش دمقراطية منذ 2011 إلى الآن طبعا ما كان الصحين أبدا ليقتربوا من غزة الشييد محمد مرسي ماذا قال في حرب غزة التخذ إقرارات حقيقية على الأرض ماذا لو كانت مصر اليوم ديمقراطية وهي حليف للتركيا وهما دولتان هما الجناحان للبيئة الاستراتيجية المحيطة بفلسطين بل الجناحان للمنطقة كلها دولتان هذه في جنوب شارك المتوسط هذه في شمال شارك المتوسط متقاربتان في الحجم الجغرابي في حجم السكان في الإمكان لو كانت مصر اليوم دولة ديمقراطية وعندنا تركيا دولة ديمقراطية وكلهما ذات قرار استراتيجي مستقل كل البيئة تغيرت كان الوضع في سوريا تغير كان الوضع في فلسطين تغير كان كل شيء تغير فالذين ضربوا الربيع العربي ضربوا القضية الفلسطينية في مقتل أولا وقبل كل شيء يعني يعرفون أن الربيع العربي معناها تغير كل القراءات التي نشرت حتى في الجرائد والمؤسسات الصحفية والإعلامية الإسرائيلية تكلمت على أن الانقلاب مثلا في مصر كان ليخدم صالح إسرائيل وليخلص إسرائيل من كابوس أستطلقوا عليه كابوس الإخوان أو كابوس محمد مرسي الإسلاميون الصعيدون صعيد صعيد أنا لاحظت هذا في أيام الربيع العربي من خلال قراءات بعض مركز دراسات استراتيجية الإسرائيلية أنهم يستعملوا كثيرا مصطلح تغير البيئة الاستراتيجية أو تحول البيئة الاستراتيجية transformation of strategic environment ويقصد به التغير السياسي الذي يحدث في مصر الذي بدأ يشك أن يحدث في سوريا إلى آخره مع التغير الذي حدث في تركيا قبل ذلك وخرجت عن الطوق وعن الوصاية الأمريكية إلى آخره وأتذكر توماس فريدمان صاحب الأمريكي اليهود المهروف الذي يعبر عن المزاج الإسرائيلي تعبيرا دقيقا في أحد مقالاته يقول أنه يقول أنه لم أخف على مستقبل إسرائيل في يوم من الأيام أكثر ما أخف عليها هذه الأيام وكان يكتب هذا في ألفين وأخناعش تقريبا ما أخاف عليها في حرب 48 ولا أخاف عليها في حرب 67 ولا أخاف عليها في حرب 73 لا أخاف عليها من التحول الديمقراطي في مصر وسوريا والمنطقة لما لا؟ لأنه التحول الديمقراطي معناها استقلال القرار الاستراتيجي ومعناها أن الحكام قرارهم قرارهم استراتيجي بالضبط إنعكاس لما تريده الشعوب وموقف شعوب فلسطين معروف وليالك يمكن نقول بكل بساطة أنه الاستبداد حليف للاستعمار كانت دائما الاستبداد حليف حليف طبيعي للاستعمار والاستبداد العربي اليوم حليف طبيعي للاستعمار اليهودي لفلسطين وليالك بقدر ما نتحرر من الاستبداد بقدر ما نقترب من تحرير فلسطين حركة التحرر أو التحرير الفلسطيني هي مرتبطة بحركة التحرر الديمقراطي في العالم العربي وخصوصا في مصر والسورية سمح لي أدلل على العبارة دي بشعار رفع في جمعة المصريين نزلوا فيها إلى الشارع كان العبارة أو الشعار يا غزة أسفين إحنا كمان محتلين يعني النظر إلى أن الاستبداد هو حليفة يعني مثل ومثل الاحتلال ولذلك أحنا ما عاش أدرين هذا صحيح وفي حكمة عربية قديمة من أيام حتى الجاهلية لما قال أنت ربن الشداد إن العبد لا يحسن الكرة والفر وإنما يحسن الحلبة والصر نعم طبعا فأبو قال له كرة وأنت حر مجرد من قال له كرة وأنت حر طبعا تغيرت الموازين تماما لا يمكن لمن هو مكبل بالأغلال والسلاسل أن يحرر غيرها ويحتاج يحرر نفسه نعم وبالتالي يعني إنصافا للشعوب الشعوب لا تستطيع أن تحرر الفلسطين والشعوب مكبلة والحقيقة الصراع مع الإسرائيليين يبدأ من خلال الصراع من أجل الديمقراطية داخل الدول العربية من هذه النقطة سؤالي هو الديمقراطية مرتبطة أيضا بتحرير فلسطين أيهما أولا هل عندما يمكن أن تتحرر فلسطين بفعل المقاومة أو بفعل الثبات أو بأي عامل من العوامل الأخرى الأحداث قد تغير البعض كنت أقرأ في الموسوعة الصهيونية للأستاذ الراحل المسيري رحمة الله عليه كان بيقول أن في عوامل كثيرة أخرى غير عامل أن نحن نحارب قد تؤدي إلى تفكك دولة إسرائيل والهجرة المعاكسة وغيرها لكن لما نيجي نتكلم للآن على أنه لو افترضنا جدلا أن هذه العوامل أدت إلى تفكك إسرائيل وإلى ذهبها هل يعني هذا بالضرورة التحول الديمقراطي في المنطقة ما بعد فلسطين القضية المركزية اللي كانت بتحافظ على عروش الحكام وأمريكا تدعمهم وتعطيهم وتدفع بهم لم تعد موجودة ولا العكس يجب أن يتم التحول الديمقراطي لتتحرر فلسطين يجب أن يتم التحول الديمقراطي لتتحرر فلسطين أنا أعتقد أنه تحرير فلسطين بمعنى الكلمة لم يبدأ حرب تحرير فلسطين بمعنى الكلمة لم تبدأ بعد يعني في تقديري أن ثورة المليون شهيد في فلسطين قادمة مثل ثورة المليون شهيد في الجزائر تماما لا توجد في منطقتنا حالة تشبه الحالة تشعر خيرا دكتور مليون شهيد تشعر خيرا أنا إنسان واقعي وأعرف أنه الاستعمار لا يرحل إيمانا واحتسابا وإنما يرحل إذا ارتفعت كلفته على بشكل فادح على المستعمر ثورة المليون شهيد الفلسطينية قادمة لكن البيئة الاستراتيجية ليست ملائمة بعد لهذه الثورة ما نراه اليوم هو بواكير هذه الثورة ما نراه اليوم هو زيادة الوعي زيادة المناعة فلسطينية وأعتقد أنه لا يمكن أن نحمل الفلسطيني أكثر ما يتحملون استعمار إسرائيلي ليس استعمارا موضعيا استعمار إسرائيلي هو استعمار دولي وجاء ضمن سياق السيطرة غربية على المنطقة جاء في الحرب العالمية الأولى لما دخل الجنرال اللمبي القدس عام الفتسامي أسبطاش بدأ الاحتلال اليهودي لفلسطين في نفس السنة نوفمبر وصدر وعد بالفور وجلس بريطانيا 1917 نعم وجلس البريطانيون ثلاثين سنة من 17 إلى 47 وهم يمهدون الأرض لهذا الاحتلال إسرائيل ليست احتلالا موضعيا إسرائيل هي احتلال دولي لمنطقة مشروع غربي مشروع غربي وهي جزء من تدافع وليفانتوا الآن الولايات المتحدة جزء من التدافع بيننا وبين الغرب جزء من تدافع كبير بين حضارت مثل ومثل المشروع الصليبي تماما كان التدافع بين حضارتين وليس مجرد مجرد صراع موضع هكذا بين الطرفين الآن أصبحت تبشر عندما قلت مشروع صليبي فانتا كأنك بتبشرنا تالي بعد ما كنت بعد ما كنت أنا يعني قلقت من الكلام بتاع ثورة مآلات مآلات وهي مآلات مشروع الصليبي وبالمناسبة الإسرائيليون يدرسون تاريخ حروب الصليبي دراسة جيدة ويخافون من مآلات الحروب الصليبي وهنا لكم متخصون إسرائيليون في الحروب الصليبي نفس المآلات تقريبا هذا جوشوا براور مؤرخ إسرائيليون متخص في الحروب الصليبي بنجامين كدار غيرهم هذا طبعا أنا عارف حاجة بشير لأن ذا كان تخصصك في رسالة الدكتورة صحيح أنا لفت نواري الاهتمام الإسرائيلي بالحروب الصليبي ولكن الاهتمام مع قلق شديد من أن يكون المآل هو المآل أن المشروع الصهيوني ينتهي كما انتهى المشروع الصليبي وأنا متأكد أن هذا ليس يقع لكن لن يقع دون تعافي البيئة طبعا أن التاريخ هنا يكون تاريخ دائري يعيد نفسه ولا سيكون خطي التاريخ يعيد نفسه إذا توفرت شروط الاستعادة يعني ليس دائما لكن إذا توفرت والمشروع الصليبي يشبه المشروع الصهيوني في كل شيء مشروع استيطاني إحلالي قوة غربية جاي من بلدان شتى يعتمد على مصيره بالإمداد الخارجي المدد الخارجي الغربي ليس لديه عمق شغرافي ولا الديمغرافي خط خط ضيق على ساحل الشرق المتوسط ضمن بحر من المسلمين في بلاد الشام في مصر في الأناظول هو نفس الحال يعني ما في فرق حقيقة بين المشروعين وتم السيطرة الفرق فقط هو أنه المشروع الصليبي كان مشروعا موضعيا سيطر على جزء بينما المشروع الصهيوني جاء ضمن سيطرة شاملة من أين جاء الجنرال اللنبي جاء من القاهرة صحيح يعني هم سيطروا على مصر أولا قبل ما سيطروا على فلسطين وعمليات التهجير كلها نعم فلذلك أنا أقول أنه لا تحليل للفلسطين دون تعافل بالستراتيجي وهذا اللي يمبغي أن ينفهمه الديمقراطيون العرب ويساعدون إليه من ديمقراطية هو سعي على طريق تحرير فلسطيني في نفس الوقت الشعب الفلسطيني يستطيع أن يساعد بالتشبث بأرضه بإزعاج المستعمر بيرفع كلفة الاستيطان بيدفع بعض من المستعمرين اليهود إلى الراحيل إلى حيث جاءوا لكن حرب التحرير الحقيقية هي بعد تعافل بالاستراتيجية المحيطة في فلسطين بيئة شرق المتوسط بعد الفاصل الدمقراطية في فلسطين وتحولات هذا في السياق الدولي والكلام عن أنه فلسطين ليست دولة ديمقراطية والمقاومة ما هي إلا منظومة عسكرية دينية استبدادية كما يطلق عليها وده نسمعه بعد الفاصل من كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن وأسمع تعليقات حضرتك عليه لكن نسمع لنقرب الفاصل ونواصل بعدها الطريق فاصل ونواصل مع الدكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر والطريق أهلا بكم من جديد في بودكاست الطريق مع الدكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر معركة الطوفان ومآلاتها عنوان هذه الحلقة الجديدة من بودكاست أهلا بك مرة أخرى دكتور محمد إياك أهلا سهلا خليني أتوقف عند نقطة هامة ومهمة جدا وهي الديمقراطية في الداخل الفلسطيني في 2006 وما حدث في 2006 في غزة والضفة الغربية بعد الديمقراطية التي تحدثت عندها كوندريزة رايس والشرق الأوسط الجديد وتخفيف العبء وفق نظرية البيت الأبيض على الشرق الأوسط لأن أحداث الحالي عشر مستبر كان السبب فيها عدم وجود ديمقراطيات في العالم العربي الديمقراطيات أتت بالإسلاميين أتت بحماس في سدة الحكم في الضفة الغربية وفي القطاع ليمثل إسماعيل هانية وهو رئيس المكتب السياسي الحالي لحركة حماس رئيس وزراء فلسطين بالانتخاب هذا تغير سريعا اليوم يتحدث بايدن وبمنطقة البساطة وسأسمعك بعد قليل هذا الفيديو وهو يتكلم عن لديمقراطيات الآن في فلسطين وبالتالي إسرائيل هي الدولة الديمقراطية التي يجب أن نحافظ عليها ده سياق مهم جدا يجب أن نقرأ فيه استراتيجية الغرب واستراتيجية الصراع الموجود في المنطقة نعم كيف تقرأه؟ هذه دعاية فجة حقيقة هي دعاية فجة وقديمة القول أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في شرق الأوساط وما إلى ذلك وهذه دعاية يستغفل بها الساس الأمريكيون الرأي العام الأمريكي والساس الأوروبيون الرأي العام الأوروبي لكن أعتقد أنها أصبحت واضحة مكشوفة حتى في الرأي العام الغربي الديمقراطية في منطقة الحاجز الأساسي أمام الديمقراطية هو الغرب نفسه هو النفوذ الغربي هم يمنعون الديمقراطية ويدعمون الانقلابات العسكرية ويتعاونون ويدعمون أبشع المستبي الدين ثم يلومون الشعوب أنها ليست وحتى الديمقراطية الوحيدة التي يتحدثون عنها ويدمقراطية إسرائيل دمقراطية احتلال ثاني حماس حماس هي القيادة الوحيدة التي جاءت إلى سدة الحكم في فلسطين بطريقة ديمقراطية منذ احتلال فلسطين منذ احتلال فلسطين إلى اليوم يعني ياسر عرفات حكم منظمة تحرير من الستينيات إلى أن توفية رحمة الله حكمها عقودا ومن غير انتخابات ولا هم يحزنوا أو انتخابات الحزب الواحد ومحمود عباس جاء به الغربيون من أجل تصفية عرفات ومن أجل الانقلاب على حماس حماس جاءت بانتخابات ديمقراطية نزية حصلت فيها على غالبية البرلمان الفلسطيني وحصلت على السلطاني لكن الانقلاب عليها هو الذي يجعلها تتشبث بغزة فحماس هي السلطة الشرعية الوحيدة التي جاءت لحكمة فلسطين أو جزء من فلسطين ويصنفونها اليوم إرهابي من خلال انتخابات طبعا الغربيون لا يريدون ديمقراطية يريدون أنظمة تابعة ذليلة ولا يريدون ديمقراطية ولذلك الذي يأتي بالديمقراطية ويكون ديمقراطي بيصبح إرهابي شفناه يمكن في مصر جماعة الإقفاء المسلمين وعليات إرهابية لأنها جماعة تتبت عن طريق الصراطيق الانقلابات على الديمقراطية الانقلابات الغربية المدعومة غربية على الديمقراطية في العالم العربي موجودة منذ فترة طويلة منذ أن انقلب جنرالات الجزائر على الديمقراطية عام 1991 بدعم فرنسي وغربي ثم طبعا الانقلاب في مصر ثم الانقلاب في تونس ثم كلها انقلابات مدعومة غربيا على الديمقراطية فهذا النفاق الغربي هذا لا معنى له وحديث بايدن عن فلسطين وأوكرانيا والمقارنات هذه ما لها معنى خلينا نسمعوا لأنه مهم جدا نتكلم عن ما قاله بايدن وهو يتحدث عن روسيا وأوكرانيا وحماس وإسرائيل هذه الازدواجية الموجودة تعال نسمع حماس وبوتين يمثلان تهديدين مختلفين لكنهما مشتركان في أمر إنهما يريدان القضاء تماما على ديمقراطيتين في جوارهما فحماس جعلت هدف وجودها هو القضاء على إسرائيل وقتل الشعب اليهودي زي ما بيقول بايدن كلامه واضح يعني الاتفاق ما بين روسيا وحماس أنهما بحرب ديمقراطيتين أوكرانيا دولة ديمقراطية وإسرائيل دولة ديمقراطية يعني دي الصورة اللي بيصدرها بايدن لشعبه الأميركي وللغرب لا أوكرانيا دولة ديمقراطية ولا إسرائيل دولة ديمقراطية أهل الأرض منها ومن الحقوق الدستورية فيها ومن بديهيات الحق الديمقراطي فيها وأوكرانيا هي مستعمرة يهودية أخرى مثل إسرائيل بالنهاية استطاع الأمريكيان أن يفتعلوا شبه انقلاب على السلطة في أوكرانيا التي كانت موالية لموسكو وجاءوا بسلطة موالية لهم في حقيقة أوكرانيا كانت دموقراطية أوكرانيا كانت يحكمها حكم مفروض من طرف موسكو ثم جاءها حكم مفروض من طرف الأمريكيين في أحداث الميدان والأحداث المفتعلة ثم يحكمها اليهود وهم حوالي مائة ألف شخص فقط في أوكرانيا وهي أربعين مليون خلينا ألقي سؤال في صورة شبهة بيقوله دائما العرب نفسهم بيبصوا على المجتمع الإسرائيلي من الداخل بيجدوا في دموقراطية وحرية وبيحاسب بعضه وعنده حرية صحافة عنده حرية تعبير عنده انتخابات بتأتي بأحزاب وتتغيرات ما فيش حزب منذ تأسيس هذه الدولة المحتلة إلى وقتنا هذا شك الحكومة منفردا كلها أحزاب يجب بالاقتلاف وده معناه أنه عندهم انتخابات وديموقراطية إذا اعتبرنا جنوب إفريقيا العنصرية دولة الديموقراطية في إسرائيل دولة الديموقراطية يعني هي أقلية تمارس تبادل السلطة فيما بينها تتدافع فيما بينها بطريق جنوب إفريقيا قديمة بطريق الانتخابات نعم أقصد جنوب إفريقيا العنصرية العنصرية نعم إذا اعتبرنا جنوب إفريقيا العنصرية دولة الديموقراطية يمكننا أن نعتبر إسرائيل دولة الديموقراطية معنى أنه الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا كان فيها تعدد حزبي صحيح كان فيها حرية إعلام كان فيها حرية نقابات للبيض طبعا تعدد أحزاب بين البيض لكن الأسف كان لا يستطيع أن ينكب بين البيض بالضبط فهل هذا المسميه الديمقراطي؟ هي الديمقراطية هل هي أقلية تتداول السلطة على أساس عنصري وتميز ضد الآخرين؟ إذا كانت هذه الديمقراطية فإسرائيل الديمقراطي طبعاً بديهيات الديمقراطية ليست مجرد الإجراءات صحيح الإجراءات والانتخابات مهمة في الديمقراطية لكن الديمقراطية هي قيمة على أساس قيم أيضاً قيم مساواة، قيم العدل، قيم الحرية فلا يمكن أن تحرم غالبية الشعب من حق الانتخاب ثم تقول أنا دولة ديمقراطية أو تحرم نص شعب من الجنسية وتقول أنا دولة ديمقراطية حتى وإن كان عندك انتخابات وعندك تعدد أحزاب وعندك تبادل السلطة تداول السلطة، هذا هو الفق فما يتكلم عليه حقيقة هو بايدن يخاطب جمهوراً أمريكياً متشرباً بهوى إسرائيل وهو يريد أن يسوّغ أيضاً الربط بين ما يريد أن يعطيه لإسرائيل الآن وما يريد أن يعطيه لأوكرانيا من دعم هذا يسموه في النظام السياسي الأمريكي ستيبل ستيبل مثل تكبس لما تكبس ورقتين فأنت عضو في الكونغرس مثلاً تقترح قانون معين أقول لك أنا عضو في الكونغرس سوصويت لك على هذا القانون بس بالشرط تحط لعه مثلاً مشروع يتعلق بولايتي حاجة أخرى فهو يريد أن يرد بالضبط هو يعرف أنه هناك موافقة على دعم غير محدود لأوكرانيا فيريد أن يمشي معاه الآن مليارات لدعم العدوان الإسرائيلي في غزة ولذلك ربط بين الاثنين وتكلم عن بوتين وعن حماس وما إلى ذلك أكيد بوتين هو ليس ديمقراطياً لكن حماس هي أول سلطة وصلت إلى سدة الحكم حماس وداعش يعني وبوتين يحتل دولة أخرى وحماس هي شعب خاضع للاحتلال كل المفارقات والتناقضات موجودة في كلمة والتناقضات دي وانت أستاذ في مادة الأخلاق السياسية بيطرح دائماً السؤال حول الأخلاق برول منسق الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كان له رد على الازدواجية الموجودة سنسمع هذا الفيديو أيضاً اتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كان شجاعاً بما يكفي ليصرخ في قومه ويسمع الحليف الأمريكي أن الغرب يعيش أزمة ضمير إن قطع إمدادات المياه على المجتمع تحت الحصارية يتعارض مع القانون الدولي ولا نستطيع أن نقبل ذلك أنصحكم بقراءة القاموس العلمي للقانون الإنساني الذي ينص بوضوح على أن حرمان مجتمع بشري تحت الحصار من إمدادات المياه الأساسية يتعارض مع القانون الدولي وهذا هو الحال في أوكرانيا وغزة وإذا لم نتمكن من قول ذلك في كل المكانين فإننا نفتقر إلى السلطة الأخلاقية اللازمة لإسماع صوتنا أمثال بوريل قليل في النخبة الأوروبية المتحكمة في السياسة والبال والإعلام الرجل بيتكلم عن إزدواجية موجودة وعلينا إذا كنا بننتقد ما يحدث في أوكرانيا من احتلال روسي فعلينا أن ننتقد ما يحدث لفلسطين أيضا وده طبعا سبع حكس الطيار تقريبا الأخلاق أو القيم في التحولات أو ما يسمى بالتحولات السياق الدولي هل بعد هذه المعركة يمكن أن تتغير نشوف شيء جديد إذا ما حصل هزائم حصل تغيرات جيوسياسية أو غيرها في المنطقة هذا يعيدنا إلى سؤال مهم الذي تفضلتم به من قبل وهو هل فلسطين هي التي ستحررنا أنا أعتقد أن الفلسطينيون الآن الشجعان الأبطال في غزة يسطرون بدمائهم صحوة ضمير جديدة في العالم كله حول ظلم الفادح الذي يمارس ضد شعب الفلسطيني وضد شعوب منطقتنا بشكل عام وحديث المسؤول الأوروبي هو جزء من صحوة ضمير خجولة صحيح لا تزال خجولة ولا تزال هاميشية مقارنة مع الصخب الذي سمعناه من النخب الأمريكية والنخب الأوروبية الأخرى لكنها صحوة ضمير خجولة بدأت بالفعل ورأينا معالمها في المظاهرات في أغلب العواصم الغربية مليونيات في لندن في باريس نعم وهذا مهم هذا يدل أن فلسطين فعلا ستساعدنا في تحرير الضمير الغربي نفسه من الاحتلال الصهيوني أنا دائما أقول لهم أن الصهاينة احتلوا الضمير الأمريكي قبل ما يحتلوا فلسطين أصلا الضمير نعم احتلوا الضمير الأمريكي قبل ما يحتلوا فلسطين وهذه قصة تعلق بتاريخ الدين المسيحي وخصوصا صهيونية أمام الوقايع الصلبة وأمام وعي الشعوب الغربية وهذا مكسب مهم للفلسطينيين ومكسب مهم لكل منطقة لكن الطريق طويل في هذا المجال وأنا لا أعاول حقيقة على الوعي الغربي ولا على صحوة الضمير الغربي بقدر ما أعاول على تغيير المعادلات الاستراتيجية على الأرض في منطقتنا تريد أن تقول علينا أن نخطب أنفسنا ونخطب وعينا وضمائرنا نحن كعرب نعم من أجل معركة تحرير واستقلال وديمقراطية في هذا العالم ثم بعد ذلك نمذر كيف سنتحدث إلى الأهم الأخرى أنا حقيقة تابعت كثير من الدراسات حول نظرة الغربية للمسلمين والصور النماطية والكلام حتى كنت مهتم بهذا وكتبت فيه مرة شيئا عن مقارنة بين أدوارد سعيد وبرنار لويس مثلا كنت مهتم بهذا لكن بصراحة اقتنعتنا بعد أنه هذا عبارة عن تضيع وقتها غير الوقائع تتغير الصورة لا تتعب نفسك بتغير الصورة وأنت لا تغير الوقائع إذا كانت الشعوب العربية لا تزال خضع الاستبداد وتستباح بسهولة بسبب خضوعها للاستبداد فإن الصورة لن تتغير حينما نقاوم حينما نغير المعادلة الداخلية سواء في فلسطين ضد استعمار اليهود لفلسطين أو في دولنا العربية ضد الاستبداد الصورة تتغير نحن ما يهم هو ما نفعله نحن وليس ما يقوله الغربيون إذا كانت السياسة سيناريوهات ما هي سيناريوهات التحولات في السياق الدولي لما يحدث الآن في فلسطين تحديدا في قطاع غزة هل الدكتور الشنقيطي رسم سيناريوهات معينة لهذه التحولات في السياق الدولي؟ السياق الدولي في تحولات كبيرة حقيقة أنا كتبتها بدراسة عنها شرطة مؤخرا بعنوان شرق الشرق وغروب الغرب وأقصد بانتقال مركز ثقل القوة الدولية من الغرب الأطلسي يعني الأوروبي الأمريكي إلى الشرق الأوراسي الصيني الروسي هذه الظاهرة حقيقة بدأ يرصدها خبراء الدراسات استراتيجية خلال العقدين الأخيرين ولكنها تفاقمت أكثر في السنوات الأخيرة لا هو سيكون متعدد أقطاب لكن الصين ستكون هي الدولة الرائدة في العالم قوة الدولية الأولى في العالم في بضع السنين أمريكا تنحسر وتتراجع أوروبا لا وزن لها أصلا ما عد لها وزن حقيقة أوروبا باستثناء ألمانيا وألمانيا هي ستتكيف مع روسيا عموما ما نشهده اليوم هو يلخصه يمكن تلخصه في الصراع بين القوى الصاعدة والقوى السائدة وهذه المعادلة معروفة في الدراسات استراتيجية الصين الآن هي القوى الصاعدة أمريكا هي القوى السائدة فكل يوم نشهد مزيدا من صعود الصين ومزيدا من الانحدار الأمريكي لإشكال الذي يهمنا نحن كما يقول المرحوم جمال حمدان نحن منطقة بينية في العالم لا هي شرقية ولا هي غربية لسنا جزء من القوى البرية الكبرى في العالم صحيح ولسنا جزء من القوى البحرية الكبرى في العالم وإنما نحن منطقة سواحل في الوسط يعني سواحل البحر الإبض المتوسط سواحل البحر الأحمر سواحل البحر العرب هذه المنطقة العربية والإسلامية هي هكذا فهذه المنطقة إما أن تبني مناعة ذاتية وتنهض من جديد وإما أن ستظل ساحة حرب أو كراش زون كما يسميها أرض محيدة للقتال نعم يعني لتصدير المعارك مساحة معركة الآخرين ببساطة وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى قضية الاعتماد صحيح أنه الانشطار الدولي الجديد بالمناسبة يعطينا فرصة ويعطي للفلسطين الفرصة وأنا أعتقد أن حماس كان من ذكائهم السياسي أنهم بدأوا يبنون علاقات جيدة مع الروس لاستثمار الانشطار الدولي الجديد واستثمار تعمق الخلاف الدولي بسبب حرب أوكرانيا شوف من سوء حظ ثورات الربيع العربي أنها اندلعت في لحظة تآلوف دولي وليست في لحظة تنافر على عكس ثورات تحرير الوطني منتصف القرن العشرين مثلا ثورة جزائرية اندلعت في لحظة موتية تماما صحيح أوج الحرب الباردة صحيح صراع الشرق والغرب حرب العالمية الثانية ومعسكر الاشتراكي كلهم معاها القوميين عرب عبد الناصر معاها كلهم كلهم حركة عدم الانحياز الدول الأسيوية الدول الأفريقية لما اندلع العربي العربي كانت لحظة تآلف دولي فتعاون الكبار القوى العلمة تعاونت عليها بين روسيا وأمريكا يعني تشوف في السماء سوريا تشوفها طيران الروسي مع الطيران الأمريكي مع الإسرائيل معسكرات كانت مشطفة جمعا إلى جمعا المصائب كلها اجتماعات ضد شعب السوريا ونفس الشيء اجتماعات سياسيا ضد الشعب المصري صحيح يعني كان أوباما ينافق ويقول إنه مع الدموقراطية في مصر بينما وزير دفاعه ينسق الانقلاب مع المجلس العسكري وأشتون اجي من أجل إقناع الرئيس شهيد مرسي بالتنازل يعني كان فيه تعاون وبوتين طبعا صديق للسيسي وغيره نحن اليوم في حالة انشطار دولي جديد نحتاج أن نستثمرة البيئة مواتية القضية بدأت البيئة بدأت تتحول على الأقل فأعتقد أن نحتاج أن نرصد هذا التحول الدولي ونبدأ من الآن باستثماره قبل فوقت الأوان وأنا بختم مع حضرتك هل عندما تكون البيئة مواتية في هذا السياق الدولي والتحولات الموجودة وعلى رأسها القضية الفلسطينية تكون الشعوب غير جاهزة؟ يعني الوقت يكون الشارع غير مهيئ لربيع عربي جديد أو لموجة أخرى من الربيع العربي بينما السياقات الدولية كلها في تناحر الآن وفي استقطاب دولي ما بين معسكر روسيا التي توضع الآن هي وحماس في سلة واحدة على لسان بايدن وبين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الغرب وإسرائيل وطبعا حتى الموقف العربي فيه نوع من الهزة حتى في المشهد الفلسطيني الأخير أنا أعتقد الشعوب جاهزة دائما مشكلة تتعلق بالنخب أكثر من الشعوب الثقة الشعوب على الفطرة الثقة في النخب دي إذا وجدت ثقة بالضبط إذا الله يفتح عليك الشعوب جاهزة دائما لكنها تحتاج إلى نخب تثيق الشعوب في مصطاقيتها الأخلاقية في مبدئيتها ثم في حاستها الاستراتيجية أنها تستطيع أن تقود معركة حقيقية للنصر إذا كانت الشعوب لا تثق في نخبها من ناحية أخلاقية أنها نخب مبدئية أو لا تثق فيها من ناحية الاستراتيجية أنها لديها القبرة ولديها الكذاة ولديها الكذاية طبعا الشعوب تصاب بخضوع تصاب بخنوع إلى آخره المشكلة ليست في الشعوب الذين يقولون شعوبنا ليست مؤهلة للتغيير هم يمارسون نوع من العنصرية ضد شعوبهم شعوبنا ليست أقل تعليما من كثير من الشعوب في أسيا وإفريقيا ليست أقل تنمية اجتماعية واقتصادية من شعوب كثيرة في أسيا وإفريقيا ولا حضارة ولا تاريخ ولا كل شيء ولا أقل عرقة في التاريخ ولا أقل مبدئية ولا أقل إنسانية فبأي معنى نقول أن شعوبنا ليست جاهزة بينما شعوب العالم كلها جاهزة هذا نوع منه أعتقد أنه جزء منه الإحساس بالدنيا لدى بعض النخب وجزء منه نوع من التسويق الذاتي هذه النخب تسوّغ خنوعها ضعفها تهفتها أنانيتها بأن الشعوب ليست جاهزة ألا ليست صحيحة نحن مشكلتنا في النخب نحتاج إلى نخب جديدة نحتاج إلى إعادة بناء الروح في النخب العربية والإسلامية لكي تقود التغيير والسياق الدولي بدأ يتحسن كثيرا لصالح القضية الفلسطينية ولصالح حركة الديمقراطية العربية دكتور خليني أبلي مختم أقولي أن إحنا متورطين في عدة حلقات يحتاج الصعود الصيني أيضا نسعد دائما بالتورط معك الصعود الصيني يحتاج إلى حلقة وكذلك حلقة خاصة أيضا بالوضع في العالم العربي بشكل آخر هل نحن مقبلون على ربيع عربي أم لا وإنت كنت وردت نفسك في حلقة إنت اللي وردت نفسك فيها إذن بين كل هذه الحلقات يمكن أن تكون هناك حلقة جديدة أيضا من بودكاست في المرة القادمة بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر في بودكاست الطريق مشاهدنا الكرام كانت حلقة ممتعة أنا شخصيا استمتعت بها كثيرا وتعلمت كثيرا من دكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر وأتمنى أن تكونوا قد ساعدتم أيضا في بودكاست الطريق السلام عليكم اشتركوا في القناة